السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي عزيزتي متتبعي ومتتبعات قناة مريم التعليمية لكل من التحق بنا لأول مرة أهلا وسهلا ومرحبا بك إذن اليوم سوف نحاول إنجاز الصفحة 87-88-89 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث إذن قبل أن نبدأ لا تنسوا أبدا تشجعنا بالضغط على الزر إعجاب اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وسوف نحاول إنجاز أسئلة النص عاقبة التهور الوحدة الثالثة الأسبوع الأول مجال الوقاية من الأخطار النص الوظيفي الأول إذن سوف نبدأ بألاحظ وأتوقع لدينا هنا أبين سبب سقوط التفل عن الدراجة إذن كما تلاحظون هنا فالطفل هنا فوق الدراجة هنا يضع رجليه فوق المقودة ثم هنا يبدو أنه قد سقط على الأرض إذن أبين سبب سقوط التفل عن الدراجة إذن سبب سقوط التفل عن الدراجة هو السرعة وتهوره في السياقة السؤال الموالي أكتشف العلاقة بين كلمتي العنوان عاقبة وتهور إذن لدينا عنوان النص هو عاقبة التهور إذن ما العلاقة بين عاقبة وتهور إذن العلاقة بين كلمتي العنوان عاقبة وتهور يعني أن التهور تكون عاقبته سيئة العلاقة بين كلمتي العنوان عاقبة وتهور يعني أن التهور تكون عاقبته سيئة إذن الآن سوف نمر إلى قراءة النص عاقبة التهور كان رشدي يقوم بجولة في الحي على دراجته ملتزما أقصى اليمين غير متسرع في السياقة معطيا الأسبقية للراجلين لمحه صديقه علي وأعجب بدراجته وبلونها اللماعي ومنبهها الرنان فخاطبه قائلا ما أجمل دراجتك أيمكنني ركوبها؟ أجابه رشدي تفضل اركب ولكن سر في ممر الدراجات واحترم قوانين المرور وأمسك المقودة جيدا استعمل المكبحة في الوقت المناسب انظر أمامك واحذر المنحدرات قال علي لا تقلق كن مطمئنا سأعمل بنصائحك كلها ركب علي الدراجة وشرع في التفاخر بها يمسك المقودة بيد واحدة حينا ويرفع رجليه عن الدواستين حينا آخر ليظهر مهارته وبراعته في السياقة وعند وصوله إلى المنحدر لم يخفض السرعة فنزلت الدراجة بسرعة البرق يا للهول لقد فقد الطفل توازنه وتدحرج كالكورة ثم سقط على الأرض فأصيب بعدتي جروح شاهد رشدي كل ما حصل فقال له مع الأسف لم تعمل بما نصحتك به لقد حذرتك سابقا من المنحدرات ومن حسن حظك أن أي تسيارة لم تكن قادمة في الطريق أثناء سقوطك حينها المشكل سيكون خطيرا نقل رشدي صديقه إلى أقرب مستوصف هناك فحصه الطبيب وحرر وصفة الدواء ثم اعتنى به الممرد نظف الجرح وعالجه وضمضه بضماض معقم ودعا له بالشفاء إذن بعد قراءتنا للنص سوف نحاول إنجاز الأسئلة ودائما نقرأ النص مرة ومرتان وثلاث مرات حتى نتمكن من القراءة الجيدة إذن يجب عليكم احترام علامات الترقيم قراءة النص قراءة متعددة حتى تتمكن منه وتتمكن من قراءته بطلاقة إذن لدينا هنا أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستادتي ثم أقرأ مع رفاقي ورفيقات المقطع المكتوبة بخط بارز في النص وأشخصه معهم إذن سوف تقرؤون المقاطع المكتوبة بخط بارز في النص وتحاولون تشخيصه مع أصدقائكم في القسم ومع أستادكم نمر الآن إلى أنمي معجمي إذن أول سؤال لدينا أضيف صفة لكل كلمة مثل لون لماع منبه رنان إذن لدينا هنا مجموعة من الكلمات سوف نحاول إضافة صفة لها سوف نصف تلك الكلمات مثلا هنا لدينا لون لماع منبه رنان يعني يصف لنا هذه اللماع يعني أن اللون لماع والمنبه رنان إذن هنا لدينا منحدر جروح نصائح طريق طبيب إذن سوف يقرأ لنا زياد هذه الكلمات وسوف يعني نضيف صفاتها إذن هيا إقرأ زياد منحدر خطير جروح خطيرة نصائح قيمة طريق طويل طبيب ماهر جايد زياد أحسنت إذن نمر إلى السؤال الثاني أبين الكلمة الدخيلة بين المفردات التالية إذن لدينا معقم جرح ممرض سياقة ضماض وصفة إذن كما تلاحظون هنا فالكلمة الدخيلة فهي واضحة يعني الكلمة التي لا تنتمي إلى الكلمات مثل معقم جرح ممرض سياقة ضماض وصفة فالكلمة يعني واضحة إذن الكلمة الدخيلة يا زياد ماهي؟ سياقة جيد أحسن إذن الكلمة الدخيلة هنا سياقة فسياقة ليس لها علاقة لا بالجرح ولا بالممرض ولا بالضماض إذن فهي الكلمة الدخيلة إذن نمر إلى السؤال الثالث أستخرج من النص ضد الكلمات التالية إذن لدينا هنا الكلمة وضدها إذن لدينا هنا مجموعة من الكلمات إذن سوف نبحث على أضضاضها في النص إذن لدينا هنا راكبين متباطئ قلقا منبسط إذن فالكلمات هنا لدينا راكبين ضدها أراجلين يعني انطلاقا من النص متباطئ ضدها متسرع ثم قلقا لدينا ضدها مطمئنا منبسط منحدر راكبين قلنا ضدها راجلين متباطئ ضدها متسرع قلقا ضدها مطمئنا منبسط ضدها منحدر نمر إلى السؤال الرابع أكمل بمفردات من عائلة كلمة قاد إذن مفردات من عائلة الكلمة لأننا سوف نبحث عن عائلة كلمة قادة إذن قادة لدينا هنا قيادة ولدينا قيد إذن قائد قادة قيادة يقود قيود وقيد إذن بعد انتهاءنا من الصفحة 88 سوف نبدأ بالصفحة 89 ونبدأ بأفهم والسؤال الخامس أجيب إذن ماذا طلب علي من صديقه رشدي إذن دائما انطلاقا من النص طلب علي من صديقه رشدي ماذا طلب إذن طلب علي من صديقه رشدي أن يركب دراجته طلب علي من صديقه رشدي أن يركب دراجته السؤال الموالي بما نصح رشدي صديقه بما نصح رشدي صديقه إذن فرشدي نصح صديقه بأن يقوم يعطون مجموعة من النصائح أولها بأن يسير في الممر المخصص للدراجات يحترم قوانين المرور يستعمل المكبح في الوقت المناسب وأن يكون حذرا عند المنحدرات أن يسير في الممر المخصص للدراجات يحترم قوانين المرور أن يستعمل المكبح في الوقت المناسب وأن يكون حذرا عند المنحدرات إذن لم يلتزم علي بنصائح صديقه بيّن ذلك إذن فعلي لم يلتزم بنصائح صديقه رشدي إذن سوف نبيّن ذلك إذن لم يلتزم علي بنصائح صديقه لأنه لم يخفض من السرعة عند وصوله إلى المنحدر لم يلتزم علي بنصائح صديقه لأنه لم يخفض من السرعة عند وصوله إلى المنحدر لماذا سقط علي عن الدراجة؟ إذن سقط علي عن الدراجة لأنه فقد توازنه بسبب السرعة في المنحدر السؤال السادس أربط بين التهور والسلوك الذي يدل عليه إذن لدينا سلوك متهور إذن ما التهور أو ما العبارة التي تدل على أن هذا سلوك متهور؟ إذن يمسك علي المقودة بيد واحدة يلتزم أقصى اليمين لم يخفض سرعة في المنحدر إذن فالسلوك المتهور فهو يمسك علي المقودة بيد واحدة لم يخفض سرعة في المنحدر نمر الآن إلى أحلل سؤال السابع أضع علامة في أمام العنصر المناسب للنص فيما يلي إذن تجري أحداث النص فيه؟ هل في المدرسة؟ في الملعب؟ أم في الحي؟ إذن يا زياد أين تجري أحداث النص؟ أحداث النص في الحي إذن تجري أحداث النص في الحي جيد إذن نمر إلى السؤال المواري الشخصيات المذكورة في النص هي رشدي والشرطي والممرد والطبيب وعلي إذن فالشخصيات المذكورة في النص هي رشدي الممرد والطبيب وعلي نمر إلى السؤال التاسع أذكر خمسة نصائح قدمها رشدي لصديقه إذن خمسة نصائح قدمها رشدي لصديقه أولها نصحه بالسير في الممر المخصص سير الدراجات نصحه كذلك باحترام قوانين المرور نصحه باستعمال المكبح في الوقت المناسب الإمساك بالمقوة جيدا والحذر عند المنحدرات إذن هذه هي النصائح التي قدمها رشدي لصديقه علي ونمر الآن إلى أنتج يعني أحاكي الأسلوب التالي ما أجمل دراجتك أيمكن أن نركوبها إذن الآن سوف نحاول تركيب جملة ونحتفظ بما ونحتفظ بأيمكنني إذن دائما عندما يطلبون مننا محاكاة الأسلوب نحتفظ بما يجب الاحتفاظ به ونحاول تغيير محتوى الجملة إذن اقرأ لنا زياد هذه الجملة ما ألد الكعكة؟ أيمكنني تضوقها؟ جيد أحسنت إذن هنا زياد أعطانا هذه الجملة وقال ما ألد الكعكة؟ أيمكنني تذوقها؟ إذن أنتم يمكنكم يعني اختيار جمل أخرى كهذه الجملة ومع الاحتفاظ بما وأيمكنني أشخص مع زميلي أو زميلة الحوار الذي ضار بين رشدي وصديقه علي إذن سوف تحاولون تشخيص هذا الحوار بينكم وبين أصدقائكم أرتبوا الجمل التالية وأربطوا بينها بهذه الروابط لألخص النص إذن لدينا هنا هذه الروابط سوف نحاول ترتيب هذه الجمل واستعمال هذه الروابط لدينا ثم وقبل ف ثم لم ولدينا لكنه إذن لدينا هنا مجموعة من الكلمات سوف نرتبها ثم بعد ذلك سوف نربط بينها بهذه الروابط إذن لدينا لما وصل إلى المنحدر يخفض السرعة فسقط قال له علي ما أجمل دراجتك أن يتسلمها نصحه علي باحترام قانون السير كان رشدي يتجول على دراجته طلب منه أن يركب عليها إذن فأول جملة هي كان رشدي يتجول على دراجته يعني أوله يعني ما جاء في النص فهو يعني أن رشدي كان يتجول بدراجته ثم قال له علي ما أجمل دراجتك والجملة التالية طلب منه أن يركب عليها الرابعة أن يتسلمها نصحه علي باحترام قانون السير والخامسة لما وصل إلى المنحدر وأخيرا يخفض سرعة يعني عندما لم يخفض سرعة سقط في المنحدر إذن فالروابط التي سوف نستعمل أولا هنا سوف نستعمل أي رابط لأنها أول جملة إذن كان رشدي يتجول على دراجته ثم ثانيا سوف نضع فقال له يعني بعد أن رأاه يتجول قال له علي فقال له علي ما أجمل دراجتك ثم طلب منه أن يركب عليها ثم في الجملة الرابعة وقبل أن يتسلم يعني قبل أن يأخذ الدراجة نصح علي باحترام قانون السير ثم الجملة الخامسة لكنه لما وصل إلى المنحدر لم يخفض سرعة فسقط إذن هذه هي الروابط التي استعملنا يعني لتكملة هذه الجمل وترتيبها وإلى هنا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحصة شكرا على حسن تتبعيكم أحبكم في الله إلى اللقاء